ده فيديو تجربة الشراء من امازون ايجيبت وفي الفيديو ده نتكلم عن شوية تفاصيل كده زي هل تشتري اصلا من امازون ايجيبت ولا لا وهل الحاجة بتيجي زي ما هي فعلا ما انت طالبها ولا بتيجي مختلفة وشوية تفاصيل كده يعني مش زي اي تجربة شراء ممكن تكون شفتها قبل كده على اليوتيوب فلو انت مهتم نكمل فيديو الاخر يلا بينا اهلا بيكم فيديو جديد من 5 مينة براكتس معكم خالب واحدين واخيرا فيديو بالعرض يعني حاجة كده بلي كتير اوه لم اعملتهاش بقليه تقريبا سنة ما بعملش فيديو فالس كل الفيديو ستبقى شورتس بس فأم بري اكسايتد وأتمنى تكونوا كمان مبسوطين وتعالوا نبدأ بشوية تفاصيل كده في الفيديو دوت عن من احنا نتكلم هل اصلا الحاجات اللي انت ممكن تشتريها من امازون بتجي لك زي ما هي ولا لا هل فعلا الكواليكي التي تتبقى كويسة ولا لا التوصيل بيبقى بيجي في قد ايه والاسعار حاجات اللي ازاي كده طيب نبدأ كده بحاجة مهمة اوي وهي افطر حاجة مستفى الزاني في موقع امازون كله ان الناس اللي عليه البيعين يعني السيلرز الموجودين على الموقع هم مش مش سيلرز من امازون نفسها او مش منتجات امازون هي اللي حطها ولكنهم محلات عدية زي المحلات اللي انت بتشوفها في الشارع وتروح تشتري منها ايا حاجة انت عايز تشتريها وبالتالي دي بتقابلنا هنا مشكلة بسيطة اوي الا وهي ايه ان انت لما تروح لأي محل عادي عايز تشتري منه اي حاجة وليكن انت رايح تشتريه وليكن كافر للموبايل بتاعك فبتشوف الكافر دوت تتفرج من نصف حاجات او عجبك واحد معين فبتبدأ ان انت تقوله كام دوت بكزا طيب ماشي هات اشتري الكافر دوت ولو مش هو دوت اللي انت عايزه بتطلع غيره وهكزا الفكرة بقى ان الباقيين على امازون بيتعاملوا بنفس المنطق بالظبط انت لما تروح تشتري حاجة مع امازون من الاكسيسوريز تحديدا بتشوف مثلا كافر موبايل بشكله حلو عاجبك جدا خلاص اشتريت المفروض ان هو يجيلك زي ما هو فكرة هو بيجيلك كافر فعلا بس ممكن ما يجيلكش نفس الكافر بتقولي عادي يعني ممكن تكون حاصلة مرة لا دي بتحصل كثير ان الناس اللي على امازون بيبقوا متعاودين ان انت ممكن تروح لهم ولو معجبكش الكافر دوت تجيب غيره لو مش هو اللي موجود هتلاقي غيره عادي فهم بيتعامل معك بنفس المنطق مش قادريني بني هستوعبه ان انت حاطت صورة لازم تجيلي زي ما هي ليه بتجيب لي حاجة مختلفة يعني انت ليه فتعبت ان لو ده ما عجبنيش زوءك هو اللي هيجبني يعني انا ما انا شفت الحاجات اللي انت عارضها واكيد دوت اللي عجبني ده اللي اخترته لو مش عندك اي بغي ليه بتبطل سايبه يعني انا مثلا كنت عايزة اشتري باد للماوس ماوس باد كنت عايزها اللي هي الكبيرة دي اللي بتبقى بتتفرد على المكتب كله وكان ليها مقاس معين وشكل معين وانا كنت مختار شكل لونه اسود وعايزها سادة وشتري فيها اي شغل فبكل بساطة لقيت ان هي جات لي حاجة مختلفة تماما عن اللي انا طلبتها هي باد ماوس باد او بس لقيتها اكبر بكتير من المقاس اللي انا طلبته وكمان لقيت عليها صورة صورة غريبة جدا يعني هي صورة حاجة شخصية في لعبة ومنظر يعني ريفيلين جدا يعني اللي هو ابويا لو دخل علي وشاف الصورة دي عندي اصلا يعني ايش عارف هيقول ايه؟ حاطتها على المكتب ليه؟ ولا يقلق يعني الموضوع مكانش يستحق خالص الحصل دو تاني ازاي؟ طيب تقول لي عادي يا عم خالد مرة وحصلت تقول لك لا مفيش مرة وحصلت حصل ان انا كذا مرة اشتري حاجة معينة وبيبقى ليها لون معين وبختار اللون دو ويجيلي لون مختلف انا عارف ان انت معندكش اللون ده بس لما هو معندكش بتبعاد لي حاجة تانية ليه؟ ما تلغي الصورة اصلا من على امازون وهنا تيجي حاجة مهمة اوه احبق اوه لك ان انت لما تيجي تشتري حاجة من على امازون حاولت تتجنب الحاجات اللي هي اللي ممكن يبقى فيها كذا اختيارات يعني بمعنى صح انت لو راح تشتري موبايل فبالتالي هو موبايل هو نوع واحد مفيش خمسين موبايل هو نوع واحد موجوب مفيش غيره فمستحيل يجيب لك موبايل مختلف تفهم اصلي؟ لكن الحاجات اللي هي قابلة ان يبقى فيها كذا نسخة منها وكذا طريقة لأ حاولت تتجنبها خالص لان دي مش حاجة حلوة تماما ما تروحش تشتري مثلا وليكن موز باد ما تروحش تشتري كيبورد لو في مثلا وليكن عايز تشتري هاند فري تقول لي ومالعم خالد ممكن يجيلي منتج وشكله حلو يعجبني وكل حاجة ايه المشكلة يعني؟ اقول لك مفيش مشكلة بس ده بحظ ان ممكن بقى يجيلك منتج انت بش عايزه في الحاجة دي هتقول لي عادي جدا هرجعه اقول لك مفيش مشكلة هترجع المنتج هو المنتج مبدئيا يعني حاجة يعني تحتسب لهم ان هو بيجي في حوالي يومين هتيجي تطلب ان هو يعني ترجعه يجيلك بعد يومين ياخد المنتج منه ادي كده ايه؟ يومين كمان ضعو يبقى كده اربع تيان هنفترض بقى انت عايز تاخد فلوسك تاني الموضوع بقى بياخد وقت شوية ليه؟ لان انت عشان الحاجة توصل تاني للبيع وتأكد ان هي سليمة وان انت عندك حق فعلا ان انت ترجع الحاجة بتاعته دايت ويبدأ ايه رجعلك الفلوس انت بتتكلم في اسبوع يعني انت بتتكلم في مالا يقول عن عشر اتنشر يوم عشان الفلوسك ترجعلك تاني دي دي مشكلة في حد ذاتها وانت بقى المشكلة الاكبر ان انت لو دافع كاش يعني انت مثلا لو شاري حاجة بمية جنيه فانت دافع كاش مية جنيه بالشحن بكل حاجة خلاص انت داتوا لو راجع في ايدو مية جنيه وهيجي يرجعلك الحاجة حيرجعلك فعلا مية جنيه فصفر ان انت قل imperfect 리 بقى نفس المنتج تاني لا قدر ان لقيته اغلى بيطبق اهنا مشكلة لان المنتج الفلوس بترجعلكArl account بتاعك يعني مش بترجعلكك cash بترجعلك ايصاد اكاوت بتاعك بيرجعلك مية جنيه وللأسف انت ما تؤ才قدرش تعمل حاجة بالمية جنيه دوقت غير ان انت تشتري بمية او بقى قل متج robust تشتري باق daha 50 يعني انت لازم تشتري really 100 او باقل لو انت تلع اغلى خمسة جنيه مفيش ان انت بقى تدفع مية جنيه وتقوم تديله الخمسة جنيه لما يجي لا لازم يكون الحاجة اللي انت هتشتريها بفلوسك اللي على الاكاونت تكون فعلا بنفس التمن طب ايه حلها؟ حلها ان انت في الحالة دي تحط الفيزا بتاعتك وتبدأ بقى تربط الاكاونت بتاع الاكاونت بتاع امازون بالفيزا وتحول الفلوس على الفيزا عشان تقدر تاخدها تاني زي ما كانت وتدفع بقى بالفيزا لو انت عايز بايا كان بقى الفلوس اللي موجودة فيها فالخلاصة ان المشكلة مش في امازون نفسها المشكلة في البائعين اللي على امازون انه هما بيتعاملوا معك كأنك راحل محل ولو ما عجبكش هيديك حاجة تانية وخلاص ويقولك تبخوت دي وبلاش دي طيب هل الكواليتي بتاعت الحاجة بتبقى فعلا زي الصورة؟ اللي هي بعض الاوقات او بعض الاوقات لا تطالب حاجة اونلين قبل كده وهي كانت الماتيريات بتاعتها بلاستيك وانا عارف ان هي بلاستيك بس كتباينة في الصورة ان هي بلاستيك كده متاليك وبيلمع لما جاتلي لقيت ان هي لونها مطفي جدا ومش زي ما انا كنت متخلعة تحسها حاجة بلاستيك رديئة اي اي نعم الحاجة اجمالا ككل كويسة وشكلها حلو وكواليتي بتاعتها كويسة ولكن الصورة كانت مخادعة شوية بالنسبة لي ما طلعتش زي ما انا شفتها في الحقيقة يعني الموضوع كان مختلف تماما ودي برضو كانت مشكلة ايه حاجة كمان مهمة ان انت لازم تشوف التقييمات بتاعت المنتجات على اميزون عمل ازاي لما تيجي تشتري حاجة بتبان فعلا هي كويسة جدا وبتبان فعلا ان انت عايزها ولكن هنا ببا بتيجي مشكلة تانية ان انت لما بتيجي تقرأ الكومنت بتاعت الناس او الريفيوز بتاعت الناس بتلاقي موضوع مختلف تماما يعني مثلا انا كنت عايز اشتري قبل كده ويب كام تمام فجيت اشتري الويب كام دي اي انا كنت عايزها يعني حاجة موقعة فاشتريت كاميرا رضيئة جدا مش لجيمينج بقى ولا الاستريميك ولا الكلام ده كله فببص الكاميرا مكتوب فيها ان هي مثلا فول اتش دي يعني بنتكلم في ريزولوشن 1920 ب1084 او سوري ب1080 فالنوضوع كان يعني غريب شوية لان انا لما نزلت في الريفيوز لقيت الناس كلها بتقول ان هي 720 يعني مش ما طلقتش 1080 زي ما هي مكتوبة طلقت 720 فطبعا دي كانت مشكلة غريبة رغم ان العيل بذات نفسها مكتوب عليها ان هي 1080 تيجي تفتحها فعلا تلاقي ان هي صباحة عشين ففعلا مشكلة الحاجة مش بتبقى زي الوصف دي بتحصل دي مش مشكلة امازون قوي او مش عارف صراحة هي مشكلة امازون ولا لا بس البايعين عندهم مشكلة حقيقية يا جماعة انتو ما ينفعش تعملوا كده في الناس بجد فلازم ترى الريفيوز لان دي مهمة جدا ولو فيه يعني منتج انت عايزه ومش مكتوب علي الريفيوز الناس عشان دي بتفرق في قرارك قوي انت هتشتري ولا مش هتشتري فالخلاصة موقع امازون هو موقع محترم جدا المنتجات بتيجي في معادها فعلا مفيش اي مشاكل فعلا الاسعار بتبقى يعني فيه ناس بتحط اسعار مفتلفة ولكن بتلاقي الاسعار اللي موجودة في كل المواقع التانية متحسش ان هي اوفر ولا حاجة لا لا يعني كلهم زي بعض الحاجة بتوصل في معادها لو فيه استرجاع للمنتجات فعلا بيحصل ولكن هي زي ما تكلمنا ان ناس كتير اشتكت ان المنتجات اللي بتيجي مش هي فعلا اللي انت بتطلبها وبس مش بيبقى متوقف على اكسيسوريز وحاجات قابلة ان انت تلاقي كزا برجا منها فهو بيحط لك اللي عنده فلاص لا دي بتوصل كمان ان انت ممكن تيجي تشتري حاجة يجيلك منتج تاني اساسا ملوش علاقة بالحاجة اللي انت شاريها ولا حتى في نفس الكاتيجوري فالموضوع بيبقى غريب ومخيف ان انت ممكن تبقى حاجة مستعجل عليها جدا فمتعرفش تشتريها لانك الان تشتريها وتلبس فيها متطلعش زي ما انت عايز فهل تشتري من امازون او لا تشتري من امازون فحالات معانا ان انت تبقى عارف المنتج بتاعك دوت هو فعلا مفيش بدايل لي مفيش بديل ان الشخص دوت ممكن يجيب لك حاجة مختلفة لأ انت تبقى عارف ان المنتج هيجي زي ما هو تبقى مش مستعجل على المنتج دوت واخيرا تعرف التقييمات بتاع الناس لان هي هتفرق ان انت تشتري او متشتريش وفعلا موضوع بيفرق جماعة فانصحكم ان انتوا تعملوا كده فدي كانت تجربتي بالنسبة لامازون ما عارفش بقية المواقع ممكن تلاقي في نفس الحاجات دي ولا لا بس اعتقد وبشدة ان لبقية المواقع هي هي نفس المشاكل اللي هتلاقيها لان البيعين بيخش البيع بيخش خط الاكاونت بتاعه في كل حتة خط المنتجاته في كل المواقع فهل ممكن تلاقي ده احتمال كبير جدا ولكن بالنسبة لتجربتي الشخص كانت في امازون هو ده اللي حصل معي فالحاجات دي فعلا بتفرق معاك ولازم تكون مهتمة بيها وانت بتشتري مرة جاية وبس كده ده كان الفيديو بتاع النهاردة ودي كان التجربتي الشخصية كمانا يكون الفيديو مفيد بالنسبة لك وانا يعني انا مبسوت انا مبسوت فاينالي انا اول مرة افتح دراعي كده في الفيديو بدري او فالموضوع بصراحة ظريف جدا فبس كده ده كان الفيديو بتاع النهاردة اشكركم على الفيديو واتنساش تعمل لايك وسبسكرايب شير عشان ا اشتركوا في القناة